أعرب الرئيس السيسي عن شكره وامتنانه للروح الشهيد التي لو لاها ما حققنا ما نسع إليه من إنجازات مؤكدا العزم على استكمال مسيرة العطاء والتضحية من أجل الحفاظ على مجد الوطن وعزته جاء ذلك خلال اجتماع للسيد الرئيس مع قادة القوات المسلحة عقب أداء صلاة الجمعة في مسجد المشير تنطوي والتي تتزامن مع يوم الشهيد أدى السيد الرئيس عبد الفتح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير تنطوي والتي تأتي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد وذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والسيد محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وقيادة الشرطة المدنية وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود وعقب أداء الصلاة اجتمع الرئيس عبد الفتح السيسي بقادة القوات المسلحة تنول الاجتماع مناقشة عدد من الموضعات والقضايا ذات الأهمية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي كذلك تم استعرض ما تقوم به القوات المسلحة من مهام على كافة الاتجاهات الاستراتيجية مؤكدا أن الشعب المصري يودي ثقته الكاملة في قدرة أبنائه من رجال الجيش والشرطة لدعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بكافة ربع مصر وفي ختم الاجتماع عرب الرئيس السيسي عن عرفانه وتقديره للروح الشهيد الذي لو لاه لم استطعنا أن نحقق ما نسعى إليه من إنجازات وأننا عازمون بكل الصدق والإخلاص على استكمال مسيرة العطاء والتضحية من أجل الحفاظ على مجد الوطن وعزته وكرامته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة